وقالوا بقى نروح للنادي الاهلي في الجزيرة عشان نعرف اخي اي اي اخر الاخبار من زمننا مينا ماهل مراسل قناة النادي الاهلي مينا صباح الفل عليك وقلنا بقى ايه الاخبار اللي عندك فيما يتعلق بالتواجد المرتادي هذا الفرع تحديدا للنادي الاهلي وعايزين نعرف كمان ايه اخر اخبار التمرينات اللي بيقديها لعيبه الكرة في النادي الاهلي استعدادا لمباراة الغد ان شاء الله ضد حرس الحدود صباح الفل عليك تفضل صباح الخير يا كريم صباح الخير يا ناوان صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من النادي الأهلي فرع الجزيرة تمنى أن يكون يوم مليء بالسعادة والتفاعل على جميع الناس يعني بدأ توفض الأعضاء من جديد لمقر النادي في الوقت الصباحي من اليوم يمكن لحظت تواجد عدد كبير جدا من كبار السن من أعضاء النادي على مبنى الخدمات بالنادي لتسجيل أسماءهم في الرحلات المقدمة من النادي الأهلي بعد تواقف دام أكثر من ست شهور بالنسبة لدرجة الحرارة يعني الجو النهاردة جميل مختلف تماما عن الأيام اللي فاتت يمكن فيه نسمة هوا رطيفة جدا ملأمة ومناسبة للتدريبات الصباحية بالنسبة لسيولة المرورية عفوا يمكن أنا طريق المعتاد من هليوبلس مرورا بصلاح سالم كوبري 6 اكتوبر الطريق فيه كسافة مرورية بسيطة جدا يمكن طريق خط حوالي 20 دقيقة معايا من مصر الجديدة لمقر النادي الأهلي في الجزيرة نروح للفرق الرياضية بحب أبارك لفريق السيدات للباسكتبول بالنادي قدر مبارح أن يفوز في مباراة صعبة جدا مع فريق هليوبلس فيه قبل نهاء دوري السوبر المباراة كانت قوية جدا يمكن نادي الأهلي كان متأخر فيه الأشواط الأولى من المباراة وقدر يعمل منتادة قوية جدا ويفوز بالمباراة بنتيجة 96 ل93 وبالنتيجة دي يتأهل فريق السيدات لكرة السلة لنهاء بطولة الدوري السوبر المصري بنتمنى توفيق لفريق السيدات دايما مفرحنا على المستوى المحلي أو المستوى الأفريكي أيضا بدأ منذ لحظات تدريبات فريق 2005 و2006 و2008 للسباحة استعدادا لبطولة كأس مصري لسه لم تعلن هل هتستكمل أم لا ولكن الفريق على أتم استعداد لخوض البطولة نروح بقى لفريق الكورة مبارح كان فيه تدريب صواحي وكان فيه رابد تاست ده البديل التاست البديل لمسحة كورونا يمكن بيتم أخذ عين الدم بسيطة جدا من اللعبين ويتم تحديد لو فيه اشتباه من كورونا من عدمه ولو فيه اشتباه كورونا بيتم عمل مسحة طبية كاملة الحمد لله الحمد لله مبارح ما كانش فيه اي اشتباه بأي إصابات التحليل كلها نتجتها كانت طبيعية جدا جدا الفريق النهاردة هيواصل تدريباته لاستعدادا لمباراة حرس الحدود غدا بعد التدريب الساعة 4 مساء بعده هيتم عمل معسكر مغلق في محافظة الاسكندرية ايضا اتحاد مصري كرة القدم امس اعلن عن جولتين للدور مصري النادي الاهلي هستضيف النادي الاسماعيلي يوم 11 تسعة بملعب برج العرب الساعة 8 ونصف وايضا الاتحاد السكندري هستضيف النادي الاهلي يوم 13 تسعة في ملعب برج العرب ايضا الساعة 8 ونصف لو النادي الاهلي ان شاء الله قدر يفوز بمباراة حرس الحدود غدا وهو مباراة الاسماعيلي مباراة الاتحاد السكندري هتتمكن مباراة واحدة فقط نحظ بطولة الدوري العام هذا الموسم كلنا ثقة في النادي الاهلي انه قدر يفوز بالاربع مباريات القادمة لتحقيق لقب هذا الموسم الصعب جدا لو في اي استفسارات او اي اسئلة انا معاكو هنا في فرع النادي الاهلي بالجزيرة مينا في الاول طبعا بصبح عليك وبتسعيد دا كده دايما بابتسامتك الصبح وانت بتقول لنا الاخبار انا بس عايز اروح معاك للرياضة العالمية لان احنا كنا تابعنا امبارح بعض التغيير في موقف ميرسي من قبل بارسلونا وان سمعنا ان هناك يعني عرض مختلف وبعض الميزات الاضافية اللي منحها بارسلونا لللاعب فلو عندك اي معلومة بخصوص هذا الملف يا ريت اطلعنا عليه تفضل يمينا المعلومات اللي عندي المؤكدة ان ميسي يعني ان شاء الله يكون متواجد مع فريق بارسلونا في تكملة عقده لكن ما فيش اي معلومات ثابتة او واضحة من النادي بتحدد هل فيه تفاصيل جديدة بيقدر يمنحها النادي لميسي او اي تفاصيل مختلفة لسه لحد الان لم يعلم النادي عن هذه التفاصيل تمام من شكرك يا مينا شكرا جزيلا كالعادة معلوماتك وافية وكافية كل الشكر للزميل العزيز مينا ماهر مراسل قناة النادي الاهلي ومستمرين مع كل حضراتكم في سلسلة اخبارنا